ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ترأس صباح اليوم الاجتماع الثاني للجنة وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام والصحة والشباب والرياضة وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة بالسادة أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء منوها إلى أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تأتي في إطار الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بضرورة تعزيز الانتماء الوطني مؤكدا معاليه على أهمية تضافر الجهود في إطار العمل على تحقيق الأهداف المرجوة والنهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة الوطنية بما فيه خدمة للوطن والمواطن وقد طلعت اللجنة على مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية ونتائج الاجتماعات التي عقدها المكتب التنفيذي مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات حيث تم استحداث ودمج بعض المبادرات ليصل العدد الإجمالي إلى تسع وثمانين مبادرة من بينها ستون مبادرة تم تفعيلها كما تم إعداد خطة إعلامية بتعاون مع وزارة شؤون الإعلام ومركز الاتصال الوطني في عمل مؤسسي يقوم على إبراز المبادرات والفعاليات المعنية بالخطة والتواصل مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية بما يسهم في خلق مظلة مجتمعية واسعة لمبادرات الخطة كما قام المكتب التنفيذي بتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية بتدريب عدد من ممثلي شركاء الخطة 18 وزارة ومؤسسة في مجال تنفيذ المبادرات عبر النظام الإلكتروني وبعد استعراض أعمال المكتب التنفيذي طلعت اللجنة على المستوى المتقدم في تجاوب الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية مقدرة الجهود التي بذلت من أجل تحقيق أهداف الخطة حيث أوضح معالي وزير الداخلية أن الخطة الوطنية حالة مستمرة من العمل والمراجعة والتطوير والتقييم في إطار رؤية موضوعية للظروف المستجدة واستجابة لتحديات والقدرة على الحفاظ على هويتنا الوطنية وصلابة جبهتنا الداخلية وأكد معاليه أن مملكة البحرين ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها واستفاف كافة مواطنيها في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه منوها إلى أن البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدة والذي يعد أكبر مشروع وطني ليس به كلمة واحدة تفرق بين مواطن وآخر ما يجعله إنجازا وطنيا نموذجيا على مدى العصور ويعزز مسيرة البحرين نحو مستقبل مشرق وآمن تنعم به كافة أطياف المجتمع بالعزة والكرامة وأوضح معاليه أن المؤامرات التي دأبت على تدبيرها كل من قطر وإيران ومحاولتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى مصيرها الفشل الذريع لأن وحدة شعب البحرين والولاء لقيادة جلالة المفدة ستبقى سدا منيعا يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات وأضاف أن التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني ليست وليدة الساعة بل هي نهج مستمر يأتي على صيغ متعددة مشددا على أنه إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية فإن قطر استهدفت الطائفتين منوها إلى أن إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شؤوننا الداخلية وقطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية وشدد معالي الوزير على أن هويتنا الوطنية قوية وموحدة وجامعة وعصية على الاختراق والتفتت لأن المواطنة عندنا هوية وطن والوطنية أساسها بدرجة تجعل البحرين قادرة على صد كل محاولات الاستهداث وإثارة الفتنة مؤكدا أن هذه المؤامرات لن تزيدنا إلا تماسكا وصلابا وفي ختام اجتماع اللجنة قام معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بتجشين الموقع الإلكتروني للخطة الوطنية www.بحريننا.com معربا عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء على دعمهم وتفاعلهم ما كان له الأثر الإيجابي في تفعيل مبادرات الخطة كما شكر معاليه الجهات الرسمية والأهلية على ما أبدوه من تعاون وحس وطني رفيع للمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها المرجوة كما أعرب معالي الوزير عن تقديره للإعلاميين وكتاب مقالات الرأي على تفاعلهم ومشاعرهم الوطنية التي عبروا عنها تجاه ما تتضمنه الخطة الوطنية من مبادرات وأكد أن الشكر موصول لكل من سعى وبادر من مؤسسات وأفراد للمشاركة في هذا العمل الوطني المتميز متمنيا معاليه للجميع التوفيق والسداد في العمل على تحقيق الأهداف المرجوة بما فيه خدمة للوطن ترجمة نانسي قنقر